الأكلة كلها تجمع عشان النهاردة عندنا يوم مختلف خالص احنا النهاردة في القاهرة بحباوشي الرفاعي حباوشي الرفاعي بتاع عبدين خلنا وفيه اكتر من قاعدة في قاعدة قاعدة دور وفي قاعدة اندور بدا نودي الفراق بتاعتهم عبدين والتجمع الخامس والشيخ زايد طلبنا بقى كده حبة حباوشي كده بينزله بالشكل ده طلبنا حباوشي لحمة وطلبنا حباوشي صدق طبعا اسمهم دبل جبنة لازم يكون فيهم جبنة كده بصراحة بيبقوا في حتة تانية خالص والأكل نازل سخن وفرش بجد شكله يعني زي ما انت شايفين بص المنظر اللي قدامكو ده عامل ازاي شكله حلو جدا ومش شكله بس لأ كمان هو طعمه حلو قوي تعالوا بقى وريكوا حباوشي الصدق حباوشي الصدق برضو من الحاجات اللي كانت مميزة قوي قوي عندهم وكانت الجبنة فيه حلو قوي التدبيلة بتاعت الصدق كان طعمها حلو وطعمها مختلف على فكرة يعني انا لو بكلم الاسكندرانية فهي طعمها مختلف خالص عن اي حوشي صدق انتو اكلتو قبل كده ودرجة ان انا استغربته في الاول بس بعد كده بجد لأ هو طعمه حلو قوي 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 ان بصراحة انا متعود بروح الرفاعي عشان اكل حوشي لحمة ده بالجبنة هو اردر معروف طبعا بقى شوية مقبلات سمبوسة جبنة بتاعتهم دي في حتة تانية خالص يعني بصوا الجبنة بتبز منها ازاي بازس خالص او بجد من الحاجات اللي حلوة قوي اللي عندهم السمبوسة الجبنة انا بحبها يعني اكتر من السمبوسة اللحمة البطاطس عندهم يعني مقبولة مش مش احسن حاجة وده كان الحساب والاسعار يعني ما عرفش حطناهم في الفيديو ليه بس اهم معاناش الناس لا يستطيع